النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها يا جماعة هي خاصة بنادي الزمالك كان فيه جلسة النهاردة لكابتن خالد جلال برضو المزير الفني بس كان طبعا الكلام معاكس سماما لكلام بتاع الكابتن حسام البدر الكابتن خالد جلال شقر اللعيبة وقالهم انت كنت رجالة وكنت على قد المسئولية وعايزين خلاص صفحة الاهل دي نقفلها خالص ونحن اقتهادنا وحققنا المطلوب بالفوز اهم من الفوز من الاهل هو تحقيق بطولة قاس مصر والكابتن خالد جلال طلب من اللعيبة بتاعته ان هو لازم اللعيبة يتركز في مباراة الجاية مباراة الانتاج الحربي وطلبهم بالفوز وبالصعود المربع الزهبي وان شاء الله بإذن الله الكلام ده هيبقى يوم القربة وقال لهم ان شاء الله ده لازم مشوار قاس مصر لازم نكمله بنجاح ونحقق اللقب ده عشان تعوض الجمهور الزمالك العظيم اللي خسروا من بطولات في الموسم الحالي ده كان كلام الكابتن خالد جلال بالنسبة للعيبة نادي الزمالك والكابتن خالد جلال في النهاية شقارهم وشقر لعيبة طبعا على المباراة اللي أقدموها وكانوا فعلا على الرجال على قد المسؤولين المنشاة المطالب منصور حرص يعني قال انه لازم يبقى موجود في الاجتماع اللعيبة واكتمع بيهم هو الجهاز الفني بصراحة المنشاة المطالب منصور النهاردة اتكلم شوية كلام حلوين جدا واتكلم وقال انه طبعا اولا تهنى اللعيبة بالفوز على الاهل وأشاد بالجهود اللعيبين خلال المباراة طبعا وقال لهم انه انتوا كنتوا على القدر المسؤولية وانتوا فعلا كنتوا رجالة في الملعب وكان بصراحة يعني يعني اوعدهم بانه حيصرف المستحقات بتاعتهم الخميس اللي جاي وقال لهم انتوا فعلا انت فوزتوا واشتغلوا الجهاز الفني سنة في ظروف صعبة جدا ووقف بالوعد بالفوز بالقمة المصرية اللي حصلت اول امس ووعدهم ان يوم بعد بكرة ان شاء الله او يوم الخميس هيبقى ان شاء الله صرف مستحقتهم والمصر المطالب منصور برضو قال حاجة تاني وعد برحلة عمره هدية لجميع اللعبين حال الفوز بكأس مصر وكمان حيكون فيه تأشرتين حج لكل لعب وده طبعا تحفيز لحصد البطولة انا المصر المطالب منصور قال للعيبة ان فيه عمره وانا من خلال برنامج ملعب الشريف انا بقول لفريق العمل لو الزمالك حقق بطولة الكاس هتبقى فيه عمره من جبل خاص لقروب تاعنا فريق ملعب الشريف بس الاسف عندنا جماعة فيه ناس اهلوية فمش عارف حيبقى موقفهم ايه معانا هل حيروح معانا لعمرة ولا هل حيدعو للزمالك ان هو حيفوز ده بصراحة الحاجة اللي هي محيران وده كان فيه خبر تاني مصر مطالب منصور قال للنهاردة ان هو طبعا رفع الاقاف عن الكابتن حازم امام واحنا بنشكر طبعا المصر مطالب منصور وجمهور الزمالك العظيم بيشكر المصار مطالب منصور على اه يعني ان هو سمع كلام الجمهور وسمع كلام الناس المخلصة لنادي الزمالك برفع الاقاف عن حازم امام وجمهور الزمالك العظيم قول له كلمني وقال لي ان شاء الله الاعمل اللي جاية نرفع الاقاف عن محمد ابراهيم وانا بناشد سبت المصشار من خلال ملعب الشريف ومن خلال جمهور الزمالك العظيم برفع الاقاف عن محمد ابراهيم اه دي كانت النهاردة كانت الحلل معنا ففيه اه فيه هنا هون يا جماعة فيه اغنية اه هدية اللي مهدى لنا لملعب الشريف اه لنادي الزمالك هنطلع نشوفها ونرجع لحضراتكم داني